اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحفة المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل تواصل الصحف والمواقع الاخبارية تغطية الذكرى العشرين لاحتلال بغداد ونبدأ من مقالة للكاتب ناجح حرج نشره موقع كتابات تحت عدوان التاسع من نيسان 2003 يوم أسود في تاريخ الإنسانية هو اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية احتلال العراق بعد علاني سيطرتها على العاصمة بغداد يضيف الكاتب اليوم عندما نستذكره فإننا نستذكر عقدين كاملين من الانتهاكات وعمليات التدمير واسعة النطاق بعد عشرين عاما على ذلك الحدث الذي مثل انتهاكا لكل الموافير والمبادئ الدولية أصبح من الواضح مدى الأضرار التي نجمت عنها خلال العشرين سنة الماضية تدهورت حالة حقوق الإنسان في العراق بشكل حاد وسريع وارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن نسيانها فقد سادت عمليات القتل الجماعي سواء التي قامت بها قوات الاحتلال أو فرق المرتزقة المتوحشة التي كانت تعمل معها مثل بلاك ووتر أو من المجموعات الإجرامية المرتبطة بإيران وإسرائيل والتي استثمرت الفراغ الأمني لتنفذ سلسلة اغتيالات طالت ضباطا في جيش العراق الوطني وعددا كبيرا من الأكاديميين والحقوقيين والأطباء وعلماء في مختلف الاختصاصات كما تعرض عشرات الآلاف من العراقيين للتعذيب في سجون الاحتلال إثر موجات من اعتقالات عشوائية غير مبررة بعد عشرين عاما تتواصل هذه الانتهاكات في ظل الحكومات المتعاقبة التي تأسست في ظل الاحتلال والتي تعتمد أجهزتها الأمنية على القوة والقمع في عملها فقد تزايدت عمليات القتل خارج القضاء والاعتقالات التعسفية والتهجير القصري كما تفاقمت حالات الإخفاء القصري على أيدي أجهزة السلطة والميليشيات المرتبطة بها ونبقى مع ذكر احتلال بغداد العشرين في أواخر عام 2002 تلقت ثلاثة مطاعم في الكونغرس الأمريكي أوامر بتغيير اسم البطاطس المقلية الفرنسية على قوائم الأطعمة واستخدام اسم جديد هو البطاطس أو بطاطس الحرية وذلك ردا على معارضة الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك التدخل العسكرية في العراق مما عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن لم يكن شيراك هو المسؤول الوحيد الذي رفض قرار الحرب الذي بدأت رسميا على العراق في 19 من أذار مارس 2003 بذريعة امتلاك بغداد أسلحة الدمار الشامل بل رفضته معظم الدول واحتج جمائة الآلات من الأشخاص في شتى أنحاء العالم لكن ذلك لم يثني التحادف الذي ضم قوات استرالية وطلندية وقادته بريطانيا والولايات المتحدة بقوات قوامها 295 ألف جندي عن دخول العاصمة العراقية بغداد في الثالث من نيسان أبريد عشرون عاما مرت على الحرب ولم يتعافى العراق بل أصبح البلد الذي يحتل المركز الخامس في احتياطي النفط على مستوى العالم يعاني من عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي أفضى إلى ظهور جماعات متشددة الغزو أدى إلى قيام عراق جديد مكان يواجه فيه العراقيون يوميا عواقب الحرب على الإرهاب العراق الجديد الذي وعد به دعاة الحرب لم يجلب الرفاهية أو الشركات الناشئة ولكن جلب السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية يوجد اليوم مليون ومئتا ألف نازح في العراق نظمهم في المخيمات وقتل ما يقدر بمليون آخر بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للغزو وتداعياته أجمع خبراء سياسيون على أن السبب الرئيس للحرب على العراق منذ عشرين عاما هو ظهور جماعات المحافظين الجدد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتهم على مراكز صنع القرار في واشنطن يقول الكاتب عثمان المختار في تقريره بصحيفة العرب الجديد ينتهي حديث العراقيين في التاسع من نيسان أبريل من كل عام والذي يصادف ذكرى سقوط بغداد في عام 2003 بيد أن يدي الأمريكيين وحلفائهم بحساب الخسائر البشرية والمادية والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تكبدتها بلادهم جراء الاحتلال الأمريكي وما أعقبهم لا تزال إرقامه الرسمية محجوبة بقرار سال المفعول منذ أيلو سبتمبر 2006 ما يجعل تلك الخسائر حديثة التقديرات أو التسريبات من بعض الجهات والمسؤولين يختصر الأستاذ الزائر في جامعة بغداد أحمد سلمان العملية السياسية التي تأسست عقب الغزو الأمريكي للبلاد بأنها بناء بأساس أعوج مبني على المحاصصة كلما ارتفع زاد ميله واقترب أكثر من الانهيار إن نفس القوى والوجوه التي جاءت مع القوات الأمريكية في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاماً لا تزال تحتكر السلطة وتحارب أي حراك ناشئ من الداخل يحمل وجهاً مدنياً أو ليبرالياً في عام 2003 كان عدد سكان العراق ستة وعشرين مليوناً واليوم يبلغ أكثر من أربعين مليوناً نحن هنا نتحدث عن جيل كامل ولد وكبر بعد الاحتلال يراد تطويعه بشعارات وخطب لم تعد صالحة لزمنه ولا لتفكيره ويعتبر أن مفتاح وقف تداعيات الاحتلال هو تفكيك منظومة المحاصصة الطائفية السياسية وهذا غير متاح بل يكاد يكون مستحيلاً مع المعادلات الصعبة الموجودة في المنطقة اليوم وإلى موقع وكالة شفق نيوز التي نشرت تقريراً تحت عنوان عقداني على احتلال بغداد كيف يتذكر العراقيون هذا اليوم في التاسع من نيسان أبريل من عام 2003 يستذكر العراقيون مشاهد دخول القوات الأمريكية إلى قلب العاصمة بغداد بعد نحو ثلاثة أسابيع من القصف العنيف والمعارك غير المتكافئة إن عملية الاحتلال كانت من قبل أمريكا وبريطانيا وبمشاركة نحو 29 دولة أخرى كانوا قد حشدوا بحدود 293 ألف جندي لاحتلال بغداد من الاتجاهات الأربعة عبر أربع إلى خمس فرق عسكرية لذلك استطاعوا احتلالها خلال 19 يوماً بغداد احتلت ولم تسقط في الحسابات العسكرية والأمنية والاعتبارية لأن بغداد تاريخياً هي عاصمة الدولة العربية الإسلامية منذ القرن الثاني الهجري وحتى القرن السابع وهي عاصمة الدنيا وكعبة العلم والمعرفة التي قصدها كل علماء الأرض لما لها من مكانة قدسية في العلوم والمعارف والرقي الحضاري العظيم بغداد باقية والمحتلون يغادرون حتى أنها سميت بقاهرة الغزاة ومذلة المعتدين احتلها المغول والتتار والبريطانيون والأمريكيون فكانوا هم المغادرون وبغداد باقية واليوم العراق الذي بات مرتعاً لأجهزة المخابرات الدولية وملاذاً لكل الجماعات المتطرفة في العالم التي دمرت الأمن القومية للعراق والمنطقة بأسرها كما يوجد تمييع في العراق لمفهوم الدولة لصالح الأحزاب السياسية والتيارات ووصل المستوى إلى أن تكون المؤسسة حكراً على عائلة معينة أو مسميات فئوية إلى موقع وكالة انباء تركيا حيث نشرت تقريراً تحت عنوان في الدكرى العشرين للغزو الدموي يوم سقطت بغداد بحية كذبة أمريكية بريطانية بعد سقوط بغداد تحول العراق حسب تقارير عالمية مختصة إلى واحدة من أكثر بلدان العالم فساداً وحملت العاصمة بغداد لقب أسوأ مدينة للعيش وتؤكد تقارير محلية ودولية ارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمية والأرامل والأيتام يؤكد مراقبون أن العراق قبل الغزو كان دولة أما بعد الغزو وحتى بعد الانسحاب الأمريكي في عام 2011 لا توجد دولة حقيقية فيه لأن أمريكا جاءت بأشخاص غير مؤهلين لقيادة العراق وبالتالي وضعوا البلد في طاحونة دمرته اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وعقب ذلك دخل العراق مرحلة جديدة من الفوضى والنهب والدمار والخسائر الاقتصادية التي تسبب بها الغزو الأمريكي وأكد مراقبون أن استخدام القوة التدميرية المفرطة خلال الغزو رغم ضعف القدرات العراقية يكشف أن الهدف الاستراتيجي هو تدمير العراق كاملاً وإرجاعه مئة عام للخلف وهو ما حدث فعلاً وسط سكون عربي مهين وتخاذل دولي وذكر المراقبون أن معركة المطار من أهم معارك بغداد حينها إلا أن قوات التحالف استخدمت سلاح الفوسفور وتمكنت من احتلال بغداد تحت وطأة القصف العنيف واستخدام النار المفرطة ضد أي شيء يتحرك على الأرض وذهب ضحية هذا التوجس الأمريكي الكثير من السكان والآن مشاهدين إلى فقرة الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله نتذكر فيه معاً أياماً من رمضان نعيش فيه مع معارك وأحداث نتذكر مرة نصراً عزيزاً ونتذكر مرة أخرى درساً قاسياً نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك فهي معركة من عجائب المعارك لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق المزياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده الأذريق في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معاً في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأن أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيى رمضان بالمزيد من العبادة المزيد من فعل الخير التكافل التزاور التراحم الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية كل فرصة منها تكفر الذنوب وإلى الأخبار المتفرقة وتقارير مصورة ونبدأ فنانان وزندية ترسم نباتات وفواكه وردت في القرآن الكريم فعلى مدى ستة عوام عاكفت الفنانة المزندية سو ويكسون على رسم النباتات والفواكه المذكورة في القرآن الكريم مسترهمة الفكرة من أرضية باحة المسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وأنجزت ويكسون رسوماتها الفنية بالتعاون مع عالمة النباتات الباكستانية الأصل شاهينة غضنفر بعد سنوات من البحث والتحري والفحص المجهري لـ 25 نبتة وفاكهة مذكورة في القرآن الكريم منها نباتات الصحراء والزيتون والثوم والرمان والتمر والحناء وأثم المشروع المشترك بين ويكسون وغضنفر عن افتتاح معرض من 25 لوحة حمل اسم نباتات القرآن يعرض في صالة شالي شيرود في الحدائق النباتية الملكية حدائق كيوغربي العاصمة البريطانية لندن إلى القدس المحتلة حيث نشرت عدة مواقع صورا لعشرات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك مجددا بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في وقت منعت الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد كذلك اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية بعض الباحات داخل المسجد الأقصى وأغلقت إحدى أبوابه والآن مشاهدين ننتابع فيديو اليوم الذي اختلناه لكم من مواقع الصحف مشاهد صادمة قد لا تتحمل النظر إليها لبشاعتها فماذا لو قلنا لك إنها لمصلين في المسجد الأقصى المبارك وهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل على يد قوات الاحتلال فلا يهدأ بال للإحتلال سوى باستغلاله كل فرصة تتيح له اضطهاد الفلسطينيين وتنغيس كل لحظة هدوء وسكينة عليهم فما القصة؟ وكيف يتعمد الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في كل رمضان؟ تدنيس أكثر الأماكن قدسية رأينا الموت بأعيننا هكذا وصف الفلسطينيون الذين شهدوا على فجر الخامس من إبريل الدامي فبينما كانوا يعتكفون داخل المسجد الأقصى اقتحمت قوات الاحتلال المسجد واعتقلت قرابة خمسمائة مصل بداخله بعد اعتدائها عليهم بالضرب المبرح وتكبيل أرجلهم إضافة لجر النساء والاعتداء عليهم ما أدى لإصابات عديدة في صفوف المصلين ولم يكتفي الاحتلال بذلك بل قام بمنع الإسعاف من الدخول لمداوات الجرحة ليقتحم بعد ذلك عدد من المستوطنين المسجد الأقصى عقب إخراج المصلدين منه تضييق الخناق على المسلمين يتعمد الاحتلال في كل رمضان انتهاك حرية المسلمين في ممارسة تقوصهم ونظراً لتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد الفصح اليهودي فذلك يزيد من وطيرة الاستفزازات إذ يقوم المستوطنون باقتحامات متكررة للمسجد الأقصى محاولين ذبح القرابين في باحاته بحماية من قوات الاحتلال إضافة لنشر العناصر في كافة المناطق للتضييق على الفلسطينيين الراغبين في الوصول للمسجد الأقصى أو منطقة باب العمود في سياسة ممنهجة يريد من خلالها الاحتلال تحويل رمضان من شهر مقدس عند الفلسطينيين لشهر يمر مرور الكرام دون أي تقوص تذكر فإلى متى سيكتفي العرب بالتنديد والاستنكار أمام استغاثة الأقصى وبهذا تنتهي ثقرات صدى الأقلام لهذا اليوم نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خطر ترجمة نانسي قنقر